كشف وزير الدفاع جمعناد سعدون عن أبرز الملفات التي ناقشها مع وكيل رئيسي أركان القوات المسلحة الإيرانية للشؤون الدولية الفريق قدير نظامي وقال سعدون في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر رنو استقبل وكيل رئيسي أركان القوات المسلحة الإيرانية للشؤون الدولية الفريق قدير نظامي وبحث فاق التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العسكرية بين البلدين